السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم ومعكم الخطاط محمد الحميلي ومع درس جديد من دروس تعليم وتحسين الخط العربي خط النس وهنكتب مع بعض آية كريمة من آيات القرآن الكريم وهنشوف ميزان وتقنين هذه الآية الكريمة أتمنى من حضراتكم متابعة الدرس للنهاية وقبل ما نبدأ زي ما تعودنا من حضراتكم الضغط على زر إعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله خيرا ويلا بنا نبدأ على بركة الله نركز جماعة على طريقة سير القلم أثناء الكتابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 كلها على بعض وبعد كده بنزل برضو هنا النزول بتاعي بيكون الجزء ده الهاء نقطتين تمام وهنا فيه مقدار ايه مقدار نقطة الهاء بعد كده باخد من فوق سنة بسيطة كده كأن نعمل حرف الباء وبعد كده بصعد وعمل حرف ايه حرف الالف كده تكونت معنا الهاء المعلقة ممكن يا جماعة اعمل الهاء المعلقة بدون هذه السنة يعني ممكن الغيها خالص تمام يعني الغي الجزء ده خالص كده اهو تمام ويكون الظرف بتاعي بس هو اللي باين الجزء المسنن ده وبطلع وعمل ايه وعمل الالف سيبنا مسافة نقطتين اهو وعملنا حرف ايه حرف الالف ونزول الهاء زي ما احنا قلنا الجزء ده بيكون مقدار ونقطتين والهاء المنتهية احنا قلنا ممكن اعملها حلية من اعلى وممكن اعملها حلية ناحية اليسار وممكن بدون حلية الالف الاحظ انا شايفين المسافات جماعة يعني وحدنا المسافات بين الف فيها وبين الف كلمة الف ساد وبرضو بين اللام يعني كلها بتقريبا بتكون مقدار نقطة ايه نقطة ونصف تمام اهو نقطة ونصف وبعد كده عملنا اللام اللام طبعا لازم بعملها ترويسة من فوق اللي هي عبارة عن زي نقطة وانزل منها وبعد كده عملنا حرف ايه حرف الفاء سيبنا مسافة نقطة هنا وعملنا حرف الفاء وهنا رأس الفاء لازم يا جماعة تكون فيها ميلان جاتي جاتي اليمين وذكرنا هذا الامر كثيرا في دروس سابقة سيبنا مسافة نقطة وعملنا اسنان السين اسنان السين السنة الاولى ثم صعود الجزء اذا شايفين فيه هنا ايه شكل مسلس اسفل الحرف والمسافات بتكون هنا نقطة وهنا فيه نقطة ونصف تمام وبعد كده سيبنا مسافة هنا بسيطة يعني مقدار ثلاث نقاط وعملنا ايه وعملنا حرف الالف المنتهي وبعد كده حرف الدال زي ما احنا قلنا الجزء ده في ميل مقدار نقطة ونزوله ايضا بيكون مقدار نقطتين وهذا الجزء ايضا بيكون مقدار نقطتين وفي الداخل تشيل مقدار نقطة وقلنا احنا النهاية هنا بتكون بارزة عن البداية بجزء بسيط احب اشكر جميع الاخوان اللي تابعوا معانا الحلقة من البداية للنهاية وما زالوا مستمرين معنا الى هذه اللحظة اشكرهم شكرا جزيلا وما تنسوش جماعة الدقط على زر اعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتابعوا معنا كل درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي سواء بالقلم العادي او بقلم الخط العربي والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة عزيزي المشاهد اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من الدروس التعليمية مع آخر استحياتي محمد الحميل